هذا المصنع كان يضم 13 موظفا الريان للألبان في مدينة رامالا تخلى عن نصف كادره الوظيفي بعد قيام حكومة الاحتلال بحظر دخول منتجاته إلى القدس المحتلة حيث انخفض انتاجه بنسبة 50% وتؤكد إدارة المصنع أن الخطوة الفلسطينية بحظر خمسة منتجات إسرائيلية لم تساهم لغاية اللحظة في رفع نسبة المبيعات من حوالي أسبوعين منعت الحكومة الفلسطينية خمس منتجات إسرائيلية من أنهم يدخلوا لمنطقة الضفة لم نرى أي شيء ملموس المنتجات لست موجودة بالسوق 50% من إنتاجنا يسوق في منطقة القدس الشرقية قرار المنع هذا أدى إلى تكدس البضائع عندنا تقليل العمالة جزء كبير من العمال اضطرنا أنه نعطيهم إجازات إلى ما لا نهاية منعرفش لأمتى الوضع رح يظلوا هيك كاميرا وطن كانت في عدد من المحال التجارية في مدينة رامالله فوجدنا البضائع الإسرائيلية المحظورة ما زالت متواجدة في الأسواق رغم انتهاء المهلة التي حددتها وزارة الاقتصاد الوطني للتجار على مدار عشرة أيام سابقة للتخلص من المنتجات الإسرائيلية الخمسة وهي تنوفا واشتراوس وزيغلوفيك إضافة لطارا وتوبوزينا توجهنا لوزارة الاقتصاد الوطني فأكدت أن نسبة الكبرى من البضائع الإسرائيلية المنتشرة في الأسواق كانت في مخازن التجار لكنها في الوقت ذاته كشفت عن محاولات فردية للتهريب خلال الفترة الماضية أسف الشديد تم إحدى تجار القضاء لأنه قام بإدخال منتجات لحوم إلى محافظة جنين وهي جريم وزدوجي أنه كسر قرار مجلس الوزراء بالإضافة لأنه قام بتغيير بطاقة البيانة الخاصة من كلمة زيغلوفيك إلى منتج آخر وهذه عملية تزوير بحداتها للتحايل على القانون وإدخال هذه السلاء إلى سوكنا فلسطيني وتتوقع وزارة الاقتصاد الوطني أن يسهم قرار الحظر الفلسطيني للمنتجات الإسرائيلية الخمسة بعد تطبيقه بشكل كامل في رفع نسبة مبيعات قطاع الألبان المحلية بنسبة 40% توقع أيضا أن يكون الأثر أكثر هجابا وأكثر وضوحا خلال الأسبوع القادم لأنه ستنفذ كميات الألبان من الأسواق كميات الألبان الإسرائيلية ستنفذ ومن كان لديه عبوة أو عبوتين ستنفذ وبالتالي سيتم استهلاك المنتجات الفلسطينية لكن الارتفاع في نسبة مبيعات المنتجات الوطنية لن يطال كل القطاعات برأي بعض التجار والموردين شركة درس للتجارة العامة كشفت لنا أن ارتفاع نسبة مبيعات المشروبات الفلسطينية بعد حظر منتجات شركة تابوزينة الإسرائيلية لم يتجاوز الخمسة في المائة وذلك لعدة أسباب أهمها استبدال المشروبات الإسرائيلية المحظورة بمشروبات إسرائيلية أخرى لا يسري عليها قرار الحظر وقف جزء من منتجات شركة يوغيرا تابوزينة بينما شويبس ما زال مسموح في المقابل شركات ثانية منافسة للعصير شركة جامب شركة كوكاكولا الموجودة في إسرائيل صارت تدخل كميات أكبر من الكميات التي كانت تدخلها في الأساس ويشار إلى أن حصة الألبان الإسرائيلية في السوق الفلسطينية تشكل خمسة وخمسين في المائة وتشكل العصائر أربعين في المائة فيما تشكل اللحوم الإسرائيلية عشر في المائة يذكر أن الشركات الفلسطينية التي حضرتها إسرائيل هي حمود والجينيدي والريان للألبان إضافة لشركتين سلوى وسينيورا للحوم وقد منعت منتجاتهم من دخول القدس المحتلة بهدف ضرب الاقتصاد الفلسطيني وفقا لوزارة الاقتصاد حضر خمسة منتجات إسرائيلية لدعم المنتج الوطني يحتاج إلى جهد محلي لرفع جودة هذا المنتج كي يشكل بديلا لكل ما هو إسرائيلي من مدينة رامالله نزر حبش تلفزيون وطن اشتركوا في القناة